مركز اللواء مركز اللواء هذا يحتوي على نازحين من الجالية السودانية كما يحتوي على عائلتين من إيرتريا وعائلة عراقية هذا المأوى يوجد به ما يقارب 150 فرد أو 160 فرد متكونين من 50 عائلة تم افتتاح هذا المركز ليواء العائلات من الجالية السودانية أولا تم وظيف اليوم بعض العائلات بالنسبة لما يصير أو صار معنا إحنا كسودانيين مجموعات كبيرة منقسمين على مناطق متفرقة داخل الجنوب الليبي من ضمن المناطقين منطقة القصر بنغشير خالة فرجان وادي الربيع عين زارع في جزء من طريق المطار ولي الأحد من أبو سليم وبالتأكيد طبعا الناس لجد موجودة حاليا في المعسكر أو المدرسة يعني هما تعرضوا لضغوطات ونؤمن الرعب والخوف فإضطروا إنه يطلوا ويجلوا أنفسهم يعني بدون ما تتدقى الجيهة معينة مثلا نقصد مثلا الحلال الأحمر والـ IOM يعني الناس أخذت اليوم الأول والثاني والثالث بدل الحرب يستمر يعني بقوة فيه ناس طبعا اتفكر أن هي تطلق من عندها وفيه ناس الهلال الأحمر وصلهم وفيه ناس طلعوا ومشوا للـ IOM وما قدروا حتى الـ IOM يعني ما استقبلتهمش يعني فيه ناس باتوا قدام المقر وإهنا بنشكر يعني بالخصوص المنظمة الليبية الهلال الأحمر الليبي وفي مصر يعني في أختنا سميرة يعني هي قامت بدور فعال جدا جدا ومشت أجلة الناس من مدرسة هي أيوة بالضبط وجات بالناس هنا وقدمت لهم قليل من المساعدة اللي هما بإستطاعتهم يقدموه يعني والناس جات وموجودة في داخل المدرسة إلا أنه في القصور يعني صراحة يعني هما طبعا مش بالضرورة أنه هما يقدموا كل شيء الأقل يعني أبسط شيء هما قدموه الأمن والأمان لكن طبعا معروف مكان زي طبعا أسره وأطفاله كده يعني عندهم حاجياتهم الخاصة يعني فيه تقصير شوية إحنا ما بنقدر نجبيرهم نقولهم أنتم لازم توفروه يعني فيه الضغط نفسي على الناس والأطفال وفيه حتى النساء اللحمل يعني فيه ضغوطات وإحنا بنقدر بعض المشهودات يعني بعض الأفراد أو الشخصيات أو الجامعيات أو الهيئات ولكن الناس طبعا أنت يعني غير الدليل يعني إحنا أنت يعني صورت وعرف كل شيء وشايف كل المنظر يعني وحيلك بأي شيء موجود يعني شافوا لينا المغار هذا وقدونا عشرين حقا المواصلات وهم اللي رقبونا السيارة وجينا لما وصلنا هنا الحمد لله استقبلونا يعني كويس ما قصروا مننا لكن هستي في الأيام الفاتة اليومين والثلاثة يوم دي يعني مرة صعبة الظري فينا بيقى صعبة أكل بيقى مافي شراب بيقى مافي وأنا إنسان مريضة مع أي سكر مع أي دغت مع أي غرهة في الإثناشر مع أي مصران مع أي غدروف هذا كل حاصل يعني ولدي هستي مريضة حش يهدى عشان يجيب لي أناكل عشان نأكل اليوم إذا كان نحن مريضة من المدرسة والله أنا وولدي محلم شو مافي ما نعرف أحد ولا نعرف الشيء الليبي توه داب أننا داخلين في الشهر الثاني اليوم يوم اثنين واليوم واحد ما أدري في الشهر الظهر خلاص داب داخلين في الشهر الثاني وما عندنا ولا نملك الدينار إحنا بس سواءنا مع ولدي يرفقون مع الناس نسرق فينا نودي ولدي يقرأ ونوديه التآمنة وظل لي واحد بس شكرا 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 شكرا